دلوقتي مشاهدين معاد موجز لأهم الأخبار مع هالا شكرا شازلي الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجزوا الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم عقد الرئيس عبد الفتاح سيسي جلسة مباحثات موسعة بقصر الاتحادية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن الأوضاع الجارية في الأراضي الفلسطينية وخلال المباحثات استعرض الرئيس السيسي جهود مصر المكثفة للتوصل لوقف لإطلاق النار بينما استعرض الرئيس الفلسطيني مستجدات العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى جانب الأوضاع في الضفة الغربية من جانبه عرض الرئيس السيسي الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر مع مختلف الأطراف للدفع تجاه وقف لإطلاق النار والنفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة كما تم التأكيد خلال المباحثات على الدور المحوري الذي تطلع به السلطة الوطنية الفلسطينية وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتقديم الدعم للسلطة للقيام بدورها حيث شدد الرئيسان على أن القضية الفلسطينية تمر اليوم بمفترق طرق مما يتطلب من المجتمع الدولي والقوى الفاعلة التحلي بأعلى درجات المسئولية التاريخية كما أكد الرئيسان الرفض القاطع لأي مساعي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم حيث أعرب الرئيس الفلسطيني عن التقدير الكبير لدور مصر المساندي والداعم للقضية الفلسطينية أكد الرئيس السيسي الحرص على استمرار نهج مصر الداعم لجامعة الدول العربية إيمانا بدورها المحوري في العمل العربي المشترك جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت الذي حارص على تقدم بالتهنئة للرئيس السيسي على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة وأوضح متحدث الرئاسة أن اللقاء تناول أهم القضايا والتحديات المطروحة على الساحة وعلى رأسها مستجدات الوضع في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة والجهود المكثفة الرامية الجهود المكثفة الرامية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية وتفعيل مسارح للدولتين أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أربعة من جنوده في قطاع غزة مما يرفع خسائره منذ اندلاع العدوان إلى 182 جنديا يأتي هذا فيما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة طول كرم في الضفة الغربية وذلك من محوريها الغربي والجنوبي وانتشرت في مختلف شوارعها التي تصلها بمحيط مخيم طول كرم مشيرة إلى أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على أسطح البنايات العالية المحيطة بالمخيم ودفعت بتعزيزات إضافية وجرافات عسكرية من المحور الغربي للمدينة بالتزامن مع تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء المدينة والمخيم وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتني بلينكين إلى تل أبيب لإجراء محادثات مع مسؤولين إسرائيليين وقال بلينكين في وقت سابق إنه سيضغط على حكومة بنيمين نتنياهو بشأن الضرورة الملحة لبذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين وللتأكد من وصول المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجون إليها قاطع عدد من المحتجين في كنيسة ساث كارولاينا بالولايات المتحدة خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وأكد بايدن أنه يتفهم حماسة المحتجين مضيفا أنه يسعى لحل الأزمة ترجمة نانسي قنقر أعلن وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي والهلال الأحمر العراقي عن مصر أربعة أطفال على الأقل وإصابة نحو عشرين آخرين بالاختناق جراء حريق اندلع في نطاق مستشفى للولادة بمحافظة الديوانية وأوضح وزير الصحة العراقي أن الحريق حدث خارج قاعة المستشفى مضيفا أن ذلك أدى إلى تسرب الدخان إلى داخل المستشفى لكن لم تتسرب النيران إليه قال حاكم منطقة بلغورود الروسية أن وحدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت عشرة أهداف جوية كانت تقترب من مدينة بلغورود القريبة من الحدود الأوكرانية وأضاف حاكم بلغورود أن ثلاثة أشخاص أصيبوا في القصف مشيرا إلى أن القصف حطم نوافذ مبنيين سكنيين وألحق أضرارا بعدد من السيارات ورياضيا يلتق المصر البورسعيدي اليوم مع المقاولون العرب على استاد بورج العرب في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بمطولة كأس رابطة الأندية وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها يواجه طلاء الجيش فريق زاد أفسي على استاد القاهرة الدولي انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل